في حاجة مهمة جدا في الافستنج الافست في الراين و نوعين كلمة افست بس والافست دي بتشتغل على الكرفات فقط سواء بقى انت بتحط لها distance او بتقول لها through point وتحدد لها انت distance اللي انت عايزها ممكن كمان تحدد البلان اللي بدأ منه هو نفس البلان اللي انتهي منه فانت بس عندك ايه ممكن تخليه ممكن تخليه على طول مرة واحدة يعني بيتقفل حتة واحدة على طول لو انت عايز تعمل حوالين حاجة فالافست ممكن يعني يعملها لك في خطوة واحدة انا بعض الوقت بشتغل بالthrough point دي الصراحة لان ايه انا انا من الناس اللي بتحط الابعاد كلها قبل ما بشتغل فانا بفاقي بيبقى عندي بعض والافست ده بيبقى يدوبل بيصناب عليه فلو انت من هزا الطريق ماشي اشتا او انت بتحب لأ تحط اكشوال distance فانت بتيجى عند الافست و تحطها زي ما انت عايز وزي اي حاجة في الراينو distance دي ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى ممكن تبقى اسمة يعني مسلا مية اعلى الاتنين فيعمل هناك خمسين زي ما انت شايف ايه ممكن تبقى خمسين فالمعادلة بتاعتك زي ما هي حطها هنا هو هقراها على طول طيب لو الاشكال مغلقة زي كده خلينا نجيب الطب لو الاشكال مغلقة زي كده اهو هتعمل فبيبقى عندك اوبشن هنا اسم هلأ احافظ على زي ما هي شايف سواء انت بتخش جوه او تطلع لبرة ولا اخلي لك دوره ولا اخلي لك الحاجة يعني هو بيختار بقى ازا كان هو يسيبها كده ولا يسيبها كده ولا شانفرد عشان نشل الناس البشنال هتعملها شانفرد من هنا على طول وهتمسك مسلا الوبشيكت ده تفعل فوق السنة وهنتعمل لوفت من الشكل ده للشكل ده رفعتها فوق اللي عملت ايه رفعتها فوق الله عشان ده افست منه سوري اه بص دي دي حاجة من 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 انا دلوقتي حركت ده بس ده بتاعه فبيتحرك معاه خيز؟ طيب ايه انا عايزة في الحتة دي فبدوس مين على وبقول له اهي فانا لو رفعتها ده يفضل ثابت زي ما هو وعلينا رجع شغالها تاني الهنا الهنا وهيديك التجزيع بتاعة الحبر على طول يعني مش مظبوطة قوي بس يعني ساعات المحد بيحب يعمل حاجة سريعة هو ممكن تاني البوزقية دي البوزقية بتاعة او او بعد عملنا اللي حصل بس عملنا اهو اوكي باي وهو دلوقتي بيعمل اوكي اوكي فانا لو حركت ده الاوفست مبني على الخط ده فانا لو حركت ده فالاوفست بيدعم كمان يتحرك معي طيب انا دلوقتي عايزة او 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 اللي موجودة في الامج ده علشان اقدر احرك الكيرف ده الواحده واسيب اللي التاني في الارض او العكس هادوس كليكي مين هنا واقول له بنت ابديت شلدوين والفده هيتحرك معي الواحده عادي جدا وعندين ارجع تاني اشغالها علشان استفيد بريكوتو هستري بتاعي تمام ايه في بقى النوع التاني من الافست وهو اوفست سيرفس يعني امر اوفست بس ده بيشترق بس تشتغل الكيرفيت عشان تشتغل على السيرفس لازم تقول له تختار السيرفس ده فهتلاقي في حاجة ضريفة جدا هو بيقول لك الديستنس الشكل هان انت عايزه مقفول ولا لا و بوص سايد ولا لا وفليب فليب ده بيحدد اتجاه الافست بتاعك يعني ده بقى بزايد تاني يعني ده بزايد تاني انت بتعمل وتروح وتيجي سواء بقى 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 السيرفس وبقى او جوه السيرفس اي سيرفس بيترسم في الرينو ليه ديركشن ممكن تتشوفه عن طريق الداير بتكتب دير فبيوريك الدايركشن متع السيرفس ده خائز الدايركشن متع السيرفس بيتحكم في الجوين السيرفس ده بينتمي لها يعني اعتباره زي المغناطيس كده الحاجات اللي في نفس الاتجاه بتقدر تجوين على بعض والاوايب بتاعتها تلك على بعض الحاجات المتنفه ما بيحصلش كده في بعض الاحيان دي ندرة الحدوث قوي في بعض الاحيان تلاقي ايه اثنين سيرفس عندك والاتجينت المزبوطة والاتنين مش عايزين يعملوا جوين فهو ده السبب ان واحد فيهم اتجاهه مخالف للتاني فلازت تخليهم في نفس الاتجاه فحيعملوا جوين عادي لوحدين اوكي فحنا دلوقتي ايه هنعمل افست سيرفس الافست سيرفس ده هتخليه في الاتجاه ده عايز تقليبه فبتقوله فبيبقى في الاتجاه التاني الديستنس اثنين فبيعمل لك عن طريق افست اثنين طيب ايه افست سولد الافست سولد ده بيقفله لك بيخله لك جاهز على طول جاهز على طول في افست سيرفس تاني بس مش في نفس الابشنز دي اسمه اسمه ده لو انت عايز تعمل افست من الشكل بتاعك بس النقط بتاعته مختلفة عن بعض يعني الديستنس مختلفة لو تلاحظ هنا ان هو اوتوماتيك حق الافست لجوه لان بتاع السيرفس نفسه لجوه اناعمل فليب حيبقى البر كده وممكن من هنا تقول له ايه ان انا عايز اعمل ده ديق من هنا واسع من هنا مثلا وجاي كده انا بكليك وبحرك البوينت عادي زي ما انا عايز او كي او ممكن تكليك على البوينت نفسها وتكتب انت عايزها واحد وتكتب على البوينت دي تلاتة وتكتب على البوينت دي نص تكليك على البوينت وتكتب في الكومنت بار وتدوس انتر في طبق لك الحاجة اللي انت عايزة واندوس فحيعمل لك زي ده دي مفيدة في ايه دي مفيدة في الورق اللي شغل بعضه الناس اللي بيشغل قيمة ده انه في ورق القيمة او ورق الشغل اللي بيشغل بعضه بس طالع فوق بعضه هيا انتبه هيا هيا ورقة واحدة والباقي كل منها بس مشتركين في البداية يعني انت ممكن نيجي هنا نعمل نخلي ده على الزيرو وده على الزيرو كده وده لافف كده مثلا هنضوص space فهيتهيئلك اني دول طلعين من بعض اوكي معلاش الـ variable offset جبته من ايه بصد؟ بتكتبه variable offset surface اه تمام دي عمر الواحد ومش جوه الـ surface يعني لا لا مش جوه الـ offset surface ده امر الواحد هتلاقيه الـ surface tools هتلاقيه واحد من دول اهو اهو ده تقريبا اوكي طيب الـ offset surface للاشكال المغلقة افرد انت شكل عندك عايز تديله sickness في امر في الراين واسمه sickness اوشالوه اساسا اوشالوه في امر اسمه offset offset surface العادي ده تمام؟ هيعملك offset من الشكل ده كده الدوران ده انت تقدر تتحكم فيه ان تغير الـ option z بدلا ما هي round هتعملها شرق فهيطلع لك نفس الاسطوانة بس ايه زيادة طب افرد انت عايز تعمل اه ازيازة مثلا عندك مقفول او مفروق عايز تشيل الغطر وتديلها sickness الامر ده بسموه شال الشيل ده انت ببساطة بتديله sickness وبتشيل جزء من المنتج فهو بتشيل الغطر ده وبيديلك sickness للشكل كله ايه لو احنا بصنا عليه على الـ هتلاقي ادى الواحد ده على ايه على الدوران كله دي الناس اللي بتشتغل ازياز دي احنا بنعملها بتشتغل بها على طول بتغسل مسلا الكوباية او الشفشة او طفر تسموه مقفول من فوق بعد انت يجي تقول له الشيل على السكنس اللي انت عايزه هو الكاب بتاع السلندر كان مفصول لوحده ولا لما تعمل شيل بقى مفصول لا هو مش مفصول اصلا هو كلها حتة واحدة بس هو الشيل بيخليكي تشيل جزء سواء واحدة او اتنين زي ما انت عايزة اوكي تاني اوكي طيب طيب في ايه تاني في الاوامر السريفز في حاجة اسمها موف فيس انا دلوقتي عندي الاستوانة دي عشرين وانا عايزة اخليها مثلا تلاتين هل بقى مسحة ويقعد بسما تاني لا لو هي شكل برايمري زي ده بريميتف قصد زي ده فانت ممكن تسلكت على اي فيس بشرط ان هو يكون عدل وما تقصش منه قبل كده وتقول له ايه ان انا عامل موف للفيس ده في الديريكشن ده بالمسافة مسلا اا عشق فهو هي بحيس ان هو يطابق على الحاجة اللي انت عاملها بالزبط اللي انت طلبت له منها ان هو يعمل موف فيس في امر تاني وهو شير بس شير ده يعني نادر الاستخدام جدا يعني ما استخدموش انا مرة واحدة في حياتي ولا حاجة شير ان انت الناس اللي اشتادتو دي هتبقى عارفها القصة دي اللي هو يعمل شيرينج على اكس معين يعني ما عمش ايه فايدتها في السويدية الصراحة انا انا استخدمتها بمرة واحدة بس وكنت بعمل بها تكست اصلا طيب في امر بقى ايه هنقول امرين واربع دلوقتي الامرين مهمين جدا جدا وهم البيز بتاع اي تشكيل انت بتعمله على المنتج بتاعك الامرين هم مشتقين من بعض امر اسمه فلو والامر التاني اسمه فلو الامر التاني اسمه فلو اول حاجة الفلو الفلوته عباره عن ايه انت بتشوف اشكال معقدة جدا المعمولة مثلا في الخواتم معمولة في الانتيريور مثلا في الكورنيشا عشان ترسم الاشكال دي على سطح مدور او على كورة او على كيرف مدور او على حاجة متصلة ببعض هيبقى موضوع صعب جدا بين نسبانك فامر الفلو ده باختصار شديد انت بترسم التفاصيل بتاعك او التفاصيل بتاعتك بتاعت المنتج على الاكس واي عادة جدا عادة جدا زي دي كده شايف زي دي كده عادة جدا وبعدين بترسم الباس ان انت اللي انت عايز الشكل ده يتبعه ويمشي عليه بس فيه شرط ايه اول حاجة ان انت لازم تجيه محيط الباس ده تمام؟ والطبقه بالزبط على قد المقاس اللي انت هترسمه يعني خلينا نشوف احنا دلوقتي الرسم بتاعتنا دي فيها خط جوه تمام؟ بس الخط اللي جوه ده مش نفس المقاس بتاع محيط الدايرة دي تعال نشوف ان لا هيسن حنقول له الجزء الفاضي هو اختلاف المقاز بين محيط الدايرة وما بين طول الخط لو انت لا يفرق معاك قوي ان الشكل يحصل فيه محيط فانت ممكن تيجي تقول له ان انا عايز اعمل استريتش يعني ايا كان الخط اللي انا رسم عليه انت تبقوا بالمحيط بتاع الحاجة اللي انا رايح له فحتلاقي ان الجاب اللي كانت موجودة اختفت بس الا صح ان انت تعمل ايه ان انت تعمل لانتز للخط ده ودوس انتر فهيطلع لك ان الخط ده اتنين واربعين بوينت زيرو تمانية اربعة هتوح اعمل لاين هنا اتنين واربعين بوينت زيرو تمانية اربعة كده انت متأكد ان اي حاجه هتحطها هنا وتعمل لها فلو هي هتلحم مع بعض في الاخر حسنا حنعمل بقى فلو لالوبجكت ده باستخدام استخدام ده هنلاقي فيه اوبشن هنا اسمه ريجد ريجد يعني ايه يعني انت ما تغير ليش في اتجاه ده فما نيجي نختار البيسكر انا اخترته اصلا مع الابشن استعني واحدة البيسكر اهو وهقول له ريجد ريجد بادي وهدوس هنا شايفين ايه اللي حصل هو التزم ان ده عدل ففر عدل حتى على المحيط الجديد اوكي هنعمل فلو الاشكال كلها لو انا عندي حاجه زي كده شايفين عايز اختارها كلها مرة واحدة فانت ممكن عشان فهي نسة موجودة ولا شالوها سليكت كالر سليكت اوبجيت وز تارجت كالر انا عايز القالر ده انتر فهيختار كل الحاجات لنفس اللون ده ده انت يعني لو انت بقى ماشي الدنيا صح وكل حاجة بتديها اللون بتاعها او ان انت تيجي في في بورت زي ده وتعمل كده فهيختار كل الحاجات اللي في نفس الاتجاه اهو وحنقول له باس كيرف اهو الستريتش هنقف الريجد وهنقول له برزيرف استراكشور وحنشوف الفرق ما بين دي وما بين التاني هنطلش عمله خميز؟ هتلاحز هنا حاجة انا دست فوق النقطة تعال؟ تعال نعمل منها كزا كوبية عشان ايه؟ تباني من مع بعض بالنقطة كمان اتنين تلاتة لو واحنا عملنا انا فلو بالوبجكت انا اخد واحد بس البيس كيرف ده وجيت دست دست فوق النقطة طيب؟ هتلاقي ان الكاس بتاع بتاع الدايموند لجوة لكن نوعي احنا عملنا كده فلو سوري فلو انا اخد كاس تاني هغلس قوي يعني انا دا يسعى انا ساب الشكل كله واختابه دي البيس كيرف بتاعه طيب؟ واخترت من تحت النقطة هتلاقي الكاس تطلع لبرا حتى الكيرف وانت بترسمه ليه اتجاه فانت اللازم تعرف انت راسم في اين اتجاه علشان بيحصل لكش الايروس دي الراينو بيلسم الاشكال البريميتف بتاعته اللي هي الدايرة والريكتانجل والاليبس والحاجات دي كلها بتاوي انت ركب لك كويز عكس عارب الساعة بتبدأ من تحت بتبدأ من عند رقم تسعة وبتلف لحد ما ترجع على رقم تسعة تاني تمام؟ بتلف يعني تسعة تمانية سبعة ستة خمسة خمسة ثلاثة ثلاثة واحد اتناشر حداشر عشرة تسعة اما في الاتجاه العدل اللي هو زي ده فهو بيرسم من الشمال اليمين في اتجاه يعني انت لو الشكل بتاعك ده بيقع في وماينس اكس فانت كده عملت وشكلة في الاتجاهات فهتضطر انك تجرب كذا مرة فخلي بالك وانت بترسم يعني وهي بتيجي مع التجربة بتبقى انت افاهم ايه اللي هيحصل يعني خايز؟ طيب احنا ده بقتي عملنا ايه؟ لو هتلاحز ان الكاس ده حصل له ما بقاش استوانة بالرغم ان هو هنا استوانة خايز؟ هديب التعالج ازاي؟ هنا في حاجتين بقى اول حاجة ان انا انا اا هامل فلو للاوبجيكتز هذا الاول تايم وهقول له خلينا نعملهم مع بعض لو ده لو ده هنا وهقول له لوكال يس واحدوا غلوس واعافوا وعافوا وعافوا قبل ايه الصباح دوست حاجات الباسكرف اهو فوكا ليس طب دي تكاغف اهو. اوكي. اوكي. اوه لأ ايدي هي مش لوقل سانية واحدة. اوه سوري. اعنا هنا هنحتاج نعمل اتنين اتنين فلول ده الواحده. عادي. وفلول ده. بس ده غي جديد. وهختار من نفس المكان اللي انا اختارت مني. فما تيجي تبص هنا هتلاقي ان الكاس ملتزم لسه بالدايغة. مش زي التين. مش زي ده. اوكي? فانت الحاجات اللي عايز تخليها اشكالها محتفظ بيها تمام? دي لازم بتعمل لها فجد الفلو وتعنم على ريجة بادي. والاشكال اللي ده ميفرقش معك فيها الاستريتشنج قوي. فانت بتعمل الفلو العادي يعني بتاعك. اوكي? طبعا طبعا من فانت ممكن تعمل اي حاجة. يعني ممكن تلف ده. فهيلف هنا. ممكن ممكن ده نفسه. تعمل له تويست. اه ده اكسي صعب اول انا جيبه لك يعني. بس مش. اهو. هينجل ريفرنس. هنا. بتعمل تويست كده. سايف? بقى في تويست في البتاع. شايف ماخدين منكم هنا ولا لا اهي. وهي نفسها معمول لها هنا. في الشكل. يعني. اقسم الاول عدل. وبعدين بقى اعمل بقى ايه اللي انت عايزه. في الشكل الاساسي بتاعك. مهما تعمل هنا هو هيطلع هنا. بحس انت بقى شايف اللي بيحصل قدامك.